السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء 27 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم استقر في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 12 و23 دقيقة من بعد منتصف ليل يوم الجمعة 29-12 لا ينتقل القمر من السرطان لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 24 و26 دقيقة مساء أو من عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر الآن بما أنه موجود في برج السرطان معناته منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط من حاول خلق جو من الأمان لإلنا ولأنفسنا ولأحبانا لأطفالنا من ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي نحن بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة لأكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي الشهية مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو مزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الشمس يعني اكتمال القمر بدر رح يكون الساعة 12 و33 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيج هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين يجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبيزيد يعني شوية هيك من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل متاعف الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني عمل إنساني مثلا ابتمنحنا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني هاي بتكون لدينا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون من الصعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدر على علاج المشاكل العاطفي الناتج عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل بتجعلنا هاي زاوية نرتكب أخطاء برضو يعني نحاول قدر الإمكان أنه نراجع وضعيتنا بهذه الفترة لأنه ممكن ما نتوصل لأي شيء فقدر الإمكان ما نتخذ قرارات حاسمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية راح تكون بين الشمس وبين المشتري هاي زاوية بطيئة تأثيراتها راح تستمر تقريب إلى نهاية الشهر هاي زاوية ذروتها ساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج تدفع بحضورنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أن يكون لنا دهر اجتماعي مهم ممكن نحقق يعني نجاح في حياتنا المهنية أو المادية أو تربطنا علاقات مهمة ونافعة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما نبادر لعمليات جراحية كبرى لهذه الأعضاء وحتى يعني إذا في مجال تأجيل العملية بيكون أفضل خلال هذا اليوم إلا إذا كانت عملية اضطرارية لهذه الأعضاء تحديدا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي وغشاء الجنب وغشاء الصفاق والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر طبعا السبب أن القمر بدي يكون مكتمل بدر وهنا أنه في حال اكتمال القمر بصير في سيولة بالدم واحتمالية النزيف بتكون عالية جدا وخصوصا للأشخاص اللي بيأخذوا مميعات حاولوا قدر الإمكان في هاي الفترة أنه نبعد عن العمليات الجراحية خصوصا اليومين القادمات ولكنها فترة مناسبة للأشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة مثلا فعشان هيك منقول إن الفترة هاي بس للعمليات الاضطرارية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة الكبرى التجميلية ما بنصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وأيضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر زي ما حكينا بما أنه في برج السرطان خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس 28-12 بيبدأ الساعة 10 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش وبيستمر لغاية الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن هو المكتمل 100% ولكن الآن هو عمره 15 يوم في تمام الساعة 2 و55 دقيقة عصراً بزير 16 يوم نسبة الإضاءة في نهاية هذا اليوم تصبح 99% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 20-1 سعيد الآن بنسبة 70% ساعات الفجر سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء سعيد بنسبة 60% القمر في السرطان حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 60% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% ساعات العصر سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم 2-1 منتحس بنسبة 75% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش إنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة خلال هذا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام ممتاز خلال هذا اليوم ممكن يكون فيه فرحة أو حدث سعيد بالنسبة لك ولكن برضو ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو شيء يعرقك شوي ممكن تكون على موعد ارتباط مهم ما بجوز الفشل وبرضو في بعض المصريف المنزلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو نقاش بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبهوا لكلامكم وإحفظوا يعني خط العودة ممكن اليوم تتمم لقاء أو اجتماع عمل مفيد بالنسبة لك أو تتخذ خلال هذا اليوم بعض القرارات المهمة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيحمل لكم هذا اليوم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات أو ممكن تحصل على هدية أو دعم أهم شيء أنك تخفف من النفقات بتميل للتفاوض والمساومة وبتنشط بالرحلات والاتصالات وبتتجرأ في النقاش فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك حاول أنك تمارس بالتالي صلاحياتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتم مشحنون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أن ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق اليوم انتصار أو تظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها لأن الطاقة عالية جدا حتى على المستوى العاطفي في اهتمامات مالية أو ممكن الاهتمام بمساءل تتعلق بالقروض والديون هاي صفحة جديدة بالنسبة لإلك أو ممكن يتخلل هذا اليوم قرار جديد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فبسيطر التعب عليكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون مرهق قليل الحماسة ما تنتظر اليوم جواب لأن الظروف فارغة واللي بيوعدك بشيء ما رايح يوفي فيه ابتهدأ الأجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود حاول أنك ما تستعجل أي أمر عشان ما تخيب آمالك وحاذر من التراجع الصحي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أي شخص خلال هذا اليوم هذا اليوم بيحمل لكم فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم ويعتبر هذا اليوم بيحمل فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد معارفك أو علاقاتك انت بتمتلك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حشد الدعم حاليا العب دور بناء خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بيحمل لك هذا اليوم يعني حل لا مسألة شخصية هاي المسألة ممكن سببتلك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهميش إنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك أو شخصيتك وهدئ من روعك ويعني في نوع من أنواع الانطلاقة اللي ممكن تثير التوتر أو الخلاف بالنسبة لألك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع أجانب أو أشياء تتعلق بالاستراد والتصدير أو المراسلات الخارجية كونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن زي ما حكينا بدك التحاذر من المتاعب والوعكات الصحية أو التقلبات الصحية رغم أن الأجواء جيدة حتى على مستوى الامتحانات والتواصل مع المحيط بشكل قوي جدا وفترة مناسبة للدراسة والامتحانات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمك في ضبط شهنكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في اليوم فرصة لمكسب مصدرها شراكة أو تعويض سارعوا لتصحيح الأخطاء واستعاد الثقة الآخرين وما تسمحوا للخلافات بتأزيم الوضع لا سيما مع الأحباء ناقشوا فوضوا وما تتهربوا من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة سواء الشراكة المالية أو الشراكة العاطفية وابحثوا عن قاسم مشتركة بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة هذه فترة متوترة وممكن تتورط في أزم ما ممكن تضطر لإبطاء مسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين لا بأس في ذلك لعشان أنت تطلع من تأزيم الأمور لعندك ما تدخل بأي مشاكل لا توجه أي انتقاد لأي أحد خلال هذا اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيبدأ التراكم بالعمل لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ولا تدخلوا في أي مواجهة مع زملاكم بالعمل ابتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي محين إلك أو لأحد الأحبة ابتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على عملك وباكر إليه عشان ما تتراكم الأعمال برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل اليوم بإنجاز أو انتصار أو خبر سار بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر فترة مثمرة فيها كثير من الانشغالات والتحركات ولكنها فترة حض ونجاح وتقدم على المستوى العاطفي وأيضا على مستوى العمل اليوم ممكن تتمارس هواية أو تهتم بنفسك أكثر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر